السلام عليكم متاحي وطيبا لكل محبوبين قناة كريم كسر إنما كنتم مرحبا بكم معي مجديد فرنسا تعيش أزمة حقيقية فعلا وممكن هذه الأزمة ترخيب الدلال دلالها على باقي البلدات الأوروبية هي فعلا بداية الأزمة الحقيقية في أوروبا الأمر جدي جدا للغاية الإخوان لأن تشيل عنا نتقص معكم معلومات مهمة بزيزة خلتكم تعرفوها كجالية بصفة عما كنعيشه في أوروبا خلصنا نعرفه يعني أخر الأخبار واشنوا واقعوا حتى الناس اللي كتابعونا من خارج أوروبا هاتش اللي غنتقص معكم أنا دبا أول حاجة كنتم نتمنى أنكم تعطيونا لايك للفيديو الإخوان لأنه موضوع جد مهم هنتقص معكم علمات اللي يخصنا كلنا نعرفوها أول مرة يعني شركة Total Energy الفرنسية كتقوم بخطوة سابقة من نوعيها الأول مرة الشركة Total الفرنسية هذك المحروقات اللي صدرت للمغرب باش تغطي الأزمة دي المحروقات اللي كنا في فرنسا دبا كتخوي دي المخزونات دي المحروقات اللي كنا في الدر البيضة باش ترجعوهم لفرنسا تخيلوا معايا فين وصل لحد الموضوع خاطر الإخوان ومشي سهل يعني عترجع لسانس لفرنسا باش تغطي الأزمة لفرنسا اليوم بالضبط كانت مظاهرة حاشدة في فرنسا وبالضبط في باريز مواطنين كلهم خرجوا يعني أكثر من مئة آلف مواطنين خرجوا للشارع يعني الأزمة اللي كتعيشها في فرنسا أزمة حقيقية فينا الإخوان لأن علاش كان واحد نسبة دي التدخم اللي هي كبيرة بززاف والقدرة الشرائية دي المواطنين الفرنسي يعني نزلت بوحد درجة كبيرة اللي ما عرفتاش فرنسا هادي ربعين سنة يعني كشي كنقولكم بالإي الموضوع ماشي سهل للإخوان شنو السبب دي الحقيقي دي هادي المشاكين اللي وقع في فرنسا وشنو اللي خلى فرنسا أنا توصل هادي النسبة هادي اللي وصل له هادي ركود نقص في الوقود وخأنها دولة صاحب أكبر شركة في العالم دي الوقود شنو اللي خلى فرنسا توصل هادي النفو هدا هادي المستوى هدا شنو وقع بالدب الأصل دي المشكلة لإخوان كامل هو ارتفاع المهول والصاروخي دي الأسعار في جميع المنتوجات كينا واحد الارتفاع قوي في فرنسا وفي باقي أوروبا يعني ارتفاع صاروخي في جميع المواد اللي في الشر القدرة الشرائية دي المواطن الفرنسي بالدرجة الأولى ما بقاش كيقدر للحق الأخر دي الشهر مواطن الفرنسي سفي التدبح بكسترير اللي عنده ما بقا كيدلو ووالو وخاك يتخلص مزيان ما بقاش كيوصان الرضي الشهر هاتشي هو السبب الحقيقي دي الأزمة والشي اللي خلى المواطن الفرنسي واليوم بالدوت بارد كي يخرجوا كتر من مئة ألف مواحد اللي نوضو الروينة في شوارع باريز وكان التدخل دي الشرطة شنو المطالبة دي لهم شنو المطالبة دي لهم دي النساء المطالبة دي لهم هو زيادة في الأجور دي العمال من أجل مواجهة التدخم علاش لأن القدرة الشرائية مادم أنها نقصات فنسبة دي التدخم غداو كتزات في فرنسا وهذا في حد ذاته يعني أزمة كبيرة وأزمة حقيقية ممكن شكل من بعد لأن خاص المواطنين يشتري باش لعجلة الدور إلا مواطنين ما اشتراش العجلة ما غاديش الدور زائد أشنو وقع زائد أنهم كيطالبوا بهذك الرفع دي السين تاقعود خمسة وستين يحبس ما يطلعش سين تاقعود خمسة وستين مو هذك القانون مشتروع القانون بغين يصادقوا عليه بغين يحبسوه ما يتمش المصادقة عليه هذي واحدة من الأشياء زائد هذيك الفرق كيطالبوا فرد درأي والأعلى على الأرباح الفائقة والتحول البيئي هذو الناس اللي خرجوا الشريع أما الأصل اللي خلّى الوقود اللي ما كيناش في حد دولة اللي هي مصنع الوقود كينا إضراب ديال أربعة ديال المصفات اللي كينا في فرنسا من الأصل سبعة سبعة ديال المصفات اللي عند فرنسا ديال الشركة التوتال الأكبر شركة في العالم أربعة منها وقفين العمال ديالها حابسين ديالين مظاهرة حاشدة عفوا ديالين إضراب كبير موقف الخدمة ما بغينش يخدموا أشن هو المطلب ديالهم المطلب ديالهم أنهم كيطالبوا بزيادة ديال العسراء في المياه في الأجور ديالهم العمال ديال المصفات ديال شركة التوتال إنرجي الفرنسية عالمية القوية كيطالبوا بزيادة ديال العسراء في المياه في الصالير ديالهم أجدرت معهم شركة التوتال الفرنسية شركة التوتال الفرنسية بما أن الأزمة هي كبيرة واللي كلفة الدولة ملايير الأوروهات خلى أن الدولة الحكومة الفرنسية دغط على الشركة دي التوتال الإنرجي أنها تصل وحد الاتفاق مع هذي الناس هذو يعني خص حل ضروري خص حل لو ما كانش حل يعني الأزمة غد كبر كسر تخيلوا دبا يعني المازوط اللي يمشى للمغرب دبا غد يرجع تخيلوا معايا شركة إنرجي قالت di العمال قاتلوا مهانيا أنتما كتطلبوا بالزيادة عسراء في المية أنا غ quedينزدكم 7% ونذهفوا أن تخدموا فهمما ما وفقوش ل 7% ما وفقوش وكيتطلبوا بالزيادة دي العسراء في المية إلا كينا عسراء في المية غان نذهف عن خدموا مكينش عسراء في المية ما غاديش نذهف عن خدموا هذا هو الشرط الأساسي دي المواطنين الفرنسيين العمال بالدرجة الأولى اللي عاملين يخدموا مع شركة توتال انيرجي دياله في المصفات فتخيلوا معايا من أصل سبعات ديال المصفات كعندك ربعا واقفين يعني أزمة الوقود مني كتكون الوقود ما كي ناسي عشو كي يوقع ركا تشل حركة الاقتصادية ديال البلاد راه الترانسبور كي يوقف إلا وقف الترانسبور ووقف الاقتصاد حيث القلب المحرك الأساسي ديال الاقتصاد هو الترانسبور هو دي وجيب لأنه لما كيش الكاميونت غيدي وغيجيبه السلعة والسلعة غد دور من دينا من دينا راه القلب هو راه الاقتصاد هي حبس يعني أزمة ديال النقل أزمة ديال هذيك المنتوجات ما كتصالش في الوقت ديالها الأزمة ديال هذيك التوقف والخسارات اللي كتسبب الشركات بصفة عامة بسبب هذيك التوقف يعني هي الأزمة كتبقى غدا مرتبطة مع بعضيتها من كي تسال المزود كيبقى أزمة مر أزمة شي حاجة لا سقف حاجة وهذا شي اللي هو خاطير الإخوان إلا بقى الأمر على ما هو عليه في الدولة الفرنسية هاتشي هدا إلا بقى هيدا أنا قلت بأنه ممكن هذي الأزمة هذي ترخيب بذلالها على باقي البلدان الأوروبية لأنه إلا بقى الأمر هكا كتضر الفرنسا كتضر الدول الأوروبية لأن الأوروبا مش تركما بعضيتها في كل شي يعني دائما وخاصة دولة بحال فرنسا ولا ألمانيا مخصش تطح إلى تحت فهنا الأمر سيكون خاطر جدا نحن كجالية بصفة عامة ما أنا بغلوش هاتشي دي وقع وخاء أننا يعني بالنسبة لماما فرنسا عند فعيلها وليت سهل بزلد حوش اللي كي يوقعوا له ولكن كينا الناس عاوتين عايشين فيها وكي يأكلوا منها وخدامين على وليداتهم الله يحسن لعوان يعني كما كالحال تبغي لها الخسارة ولكن ماشي نوحا درجة لأنه يكبر الموضوع إلا كبر الموضوع يعني يقدر أنه انتشر في باقي أوروبا وهنا عاد تكون بداية الشرارة للأزمة الحقيقية في أوروبا وداون الأوروبا واحتمالية كبيرة لأنه نقص الخطر في أوروبا كيدق بحد درجة كبيرة والسبب دياله الأول والعرأس كل أسبب هو الارتفاع الصاروخي ديال الأسعار في جميع المواد فعلا كينا ارتفاع الأسعار في دول ديال بحال مغرب وليك شي ولكن بحال أوروبا أو بحال فرنسا بالدرجة اللولى لا مجال المقارنة الصالير كان هديش حال ما تحداش الأخير ديال الشهر هديش حال قبل الأزمة وقبل الكورونا ما كانش الصالير كيوصر للشهر بدرجة كيوصر للرس ديالشهر يلكن تخدم لوحدك ما غادήش توصر للرس ديالشهر خصيك إما تكون ماردة خدامة أو لا باش يربيت وصر للرس ديالشهر تشيت شوية تخيلوا معايا دابا مني كان هديش حال ما كيوصر للرس ديالشهر غايوصر دابا اللي الحواج حاجة كتبوح زائد الموضة الغدائية كلها او بعد احيان فين غادي تمشي فين غادي توصل وخاطر باحش حال ما بني تربح الفين او ما غادر لك والو وخاصة في فرنسا بعدها ما غادر لك والو الفين او في شهر غير كون هاني اذا هاتي هذا الاخوان هي الاخر الاخبار اللي وقعها حاليا في فرنسا فيما يخص الناس اللي تتابعونا وغير نتخاص معكم اتعرفوا شنو وقع في الدنيا اعجبكم الفيديو دلونا لايك الاخوان بارتاجوا الفيديو خلينا نسخلين استفادوا ويعرفوا ما هي اخر الاخبار تعيش لكم جميع تفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته